منافسات الرياضة مستمرة والنهاردة المباراة المرتقبة حدثنا الرياضي بامتياز اللي جاي معاكو دلوقتي وكل بينتظر بشغف مباراة المنتخب الوطني الأولمبي في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 أسئلة كتير الاستعداد للفريق إزاي استراتيجيات اللعبة هتكون والمدرب ميكالي وإيه الخطة اللي حاطتها قدام منتخب فرنسا كل ده هنعرفه حالا من ضفنا في الستوديو أعتقد أن الكل الأمال معلقة حوالين الشباب الصغير اللي ممكن يقدر يعني يطلع المصريين على مصرح الأولمبياد ويقدر يعمل فرق فيه المعادلة الخاصة بيه الميداليات الذهبية وصلنا للمربع الذهبي في حد ذاته أمل كبير أو حلم ما كناش بنحلم به رحبا معنا بضفنا النقد الرياضي لأستاذ أمير نبيل هيكلمنا تحديدا على تفاصيل المباراة المرتقبة ما بين مصر وفرنسا أهلا بك كابتب أمير صباح الخير تحياتي لحركة مصطفى والسبابة تحياتي لكم لكل سيدة مشاهد الناس بص إزاي وأنه قادر راضيين بصين إزاي لمنتخب مصر الأولمبي شباب صغير قدر يعني يعمل معادلة ما كناش ممكن متوقعينها وقدر يوصل للمربع الذهبي توقعتك إيه للمباراة دي وتوقعتك إيه للمنتخب أو للشباب دول يعني ما فيش شكل الحالة العامة اللي خلقها المنتخب الأولمبي في الشرع رياضي المصري وحالة التفاؤل والترابط حول المنتخب وفكرة إن فريق جماعي أو لعبة جماعية تحقق أو تقترب من تحقيق مداليا فده ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا معروف دايماً اللعاب الجماعية مش هي من فرسان الرهان بالنسبة للمنافسين في الأولمبياد دايماً بيبقى عندك لعب مميز في الجودو لعب مميز في السلاح المبرزة زي يمكن بطالة محمد السيد الحقق البرونزية ونأمل بيبقى أن يبقى فيه ميداليات أخرى لسه في منافسات مستمرة حتى يقوم 11 أغسطس في فعاليات الأولمبياد ولكن الأربع علعاب الجماعية تحديداً اللي شاركت كرة اليد وكرة الطائرة وكرة القدم والطائرة الشاطئية اللي تعتبر برضو من العب الجماعية يمكن اليد والقدم مستمرين حتى الآن اليد والقدم هم الأبرز هم اللي عاملين نتاك حلوة صحيح مستمرين لأنهم عودون الحقيقة في المحافل الكبرى خصوصاً منتخب اليد ولكن منتخب القدم أيضاً زي ما حضرك ذكرت كان مفاجئة مفاجئة الحقيقة وأكبر من تطلعات أو توقعات بالنسبة لي ما يمكن أن يصل للمنتخب بهذه المجموعة من اللعيبة برضو مش عايزين ننسى الظروف اللي خاط فيها للمنتخب استعداداته للأولمبياد فكرة برضو أن هي مش ضمن الأجندة الدولية بتدي الحق الأندية أكتر أنها تحتفظ بلعابتها ده يمكن بيخلف معاناة شوية لجهاز الفني بقيادة روجيري ومكالي المدير الفني البرازيلي اللي لمسته بينه بشكل واضح جداً مع المنتخب أنه يقدر يحصل على مجموعة اللعابين الموجودين عنده ولكن وصوله ليه الدور نصف النهائي وتخطي عقبات مهمة جداً في الطريق إلى مربع الزهبي زي منتخب أسبانيا فاز عليه في دور المجموعة عشان يتصدر ترتيب المجموعة اللي وصفته الصحافة العالمية بالمفاجأة حتى الصحف الأسباني نفسها تكلمت على المجموعة صحيح إحنا منتخبنا خط أربع مباريات وكانوا يعني كل واحدة فيهم متميزة عن التانية لكن أكتر واحدة فيهم كان أمام أسبانيا صحيح بتتوقع إيه نهاردة وإزاي ممكن خطة ميكالي في اللعبة تكون هيواجه بيها المنتخب الفرنسي بالتأكيد طبعاً هي مواجهة صعبة يعني بخلاف أنه هو المنتخب صاحب الأرض وجمهور وبنشوف إزاي يعني الدعم والمساندة اللي بيقدمها الجمهور الفرنسي لكل ما هو فرنسي في المنافسات مش بس كرة القدم لا كل المنافسات الفردية والجماعية في دعم فرنسي كبير جداً للاعبين أصحاب الأرض أكيد منتخب قوي ومنتخب فرنسا بخير تيري ونري المدرب أو النجم الأسطوري الشهير في لعب أرسنال السابق واللي يعني بيضم برضو قايمة مجموعة مميزة من اللعب المحترفين في الدوريات الأوروبية كلها في الدوريات الخامسة الكبرى وكلهم أو أغلبهم بشاركوا بانتظام مع عنديتهم يمكن النهاردة بيفتقد لتنين من العناصر المهمة في خط الوسط إنزو ميلوت لعب خط الوسط اللي خد بطاقة حمراء بعد نهاية المباراة أمام الأرجنتين وأيضاً معنى كوني لقى بخط الوسط اللي اتنين دول مش موجودين ده بسبب أيضاً تراكم البطاقات لكن عنده تشوتارد لعب برضو اللي بيعتمد عليه في خط الوسط وأيضاً أعتقد عنده بدايل أخرى في خط الوسط من اللعبة اللي بيقدر يعتمد عليهم لكن العناصر المهمة طبعاً والبرزة في المنتخب الفرنسي زي أليكساندر لكزيت المهاجم صاحب الثلاثة وثلاثين سنة بيسق فيه وفي قدراته وفعلاً كان عند حسن ظنه وفي اختياراته في المقابل طبعاً ميكالي أكيد عامل حسابه على قوة وأداء المنتخب الفرنسي بشكل جبير جداً أحنا متشوقين قوي النهاردة أكيد طبعاً المنتخب عشبنا بلغة الكرة كده هو يقدر يواجه أي منتخب وده يمكن كلام ميكالي للعيبة وكلام اللعيبة نفسه من اللعيبة كور تحديداً زي محمد النيني زي زيزو اللي كان لهم دور مؤثر خبراتهم وقدروا يحفزوهم أنه تقدر تواجه أي منافس طالما أنت ملتزم تاكتيكات في الملعب وبتقدم اللي عليك تقدر أن أنت تواجه أي منتخب على أرض الواقع المنتخب الفرنسي دفاعه قوي ما دخلش فيه ونبون قدر أنه يخرج منتخب الأرجنتين تفتكر تيري أونري حيقدر يعمل إيه مع المنتخب المصري محضر خطة مختلفة هو أكيد شاف مبارياتنا وأكيد عارف أنه دفاعه قوي يعني ممكن توقعتك لخطته تبقى أهمل الثاني هو طبيعي حتى تيري أونري يتكلم عن المنتخب المصري وقال إن هي مواجعة لأن تكون سهلة وإحنا يعني يتابع أكيد المنتخب المصري في الفترة اللي فاتت أو في الموريات الأربعة المنتخب فرنسا قوي دفاعيا بشكل كبير زي ما حضرك ذكرت لم يستقبل أي هدف ويمكن السنائية الدفاعية لوكيبا وبادي السنائية الدفاعية تحديدا هم الأكثر تميزا الأكثر سباتا وبيعتمد عليهم بشكل يعني قوي قوي بشكل منتظم المدارب تيري أونري طريقة اللعب المعتادة اللي بيعتمد عليها أربعة تلاتة واحد اتنين يمكن ما بيرهاش كتير لكن يعني هي اللي بتحقق له الغرض ما بين التوازن ما بين الدفاع والهجوم بيقدر يعمل استغل الأطراب بشكل جيد جدا وأيضا المحور الأساسي للعب المنتخب الفرنسي بجانب السنائي الهجومي لكازتوى جون فيليب ماتيتا اللي هما الاتنين فوق السن بالنسبة للمنتخب الفرنسي أيضا مايكل أوليس اللعب المنطقة الحديثة لبارد ميونيخ الألماني ده يمكن برضو بيلعب تحت رقص الحرب وبيقدم أداء مميز جدا يقدر يحرك اللعيب اللي حواليه لازم يبقى فيه رقابة جيدة عليه هذا اللعب صاحب القدرات المميزة جدا ولعب صغير وأيضا يقدر يصنع الفرق بالنسبة للمنتخب الفرنسي لكن أيضا عنده الأجناب مميزة منتخب الفرنسي حتى الظاهرين بيقدموا دعم هجومي كبير عشان كده لازم دايما غلط فيه أراء كتير كمان بتسأل بقى المباراة هيحصل فيها إيه اللي نزيزو تصاب في المباراة اللي فاتت صحيحة واتعالج بس احنا لسه مستنين هينزل الماتش ولا لابا في حالة نزيزو منزلش ممكن يكون بديله هو طبعا يمكن بحسب الجهاز الطب للمنتخب الأولمبي زيزو تمثل الشفاء بشكل كبير واستجاب للجلسات العلاجية بشكل مميز واتبقى فقط القرار الفني لكن طبعا بخلاف زيزو يمكن فيه أيضا أحمد عيد خرج من قائمة المنتخب ويشارك محمد حمدي تم استدعاه ومكانه نوبة موجود أعتقد بعدم موجود زيزو ربما يتغير الشكل الهجومي شوية بالنسبة لي المنتخب ربما يكون أحمد نبيل كوكا له دورف وسط الملب أكتر في الاعتماد عليه هو لعب زيوكر يقدر يعتمد عليه ميكالي في أكتر من مركز يمكن يعتمد عليه في غياب كريمة دبيس في المباراة اللي فاتت شارك كبديل دبيس في المباراة أمام باراجوي لكن أيضا بوجود إبراهيم عادل ومحمود صابر أيضا اللعب المميز الذي يقدر يعتمد عليه في مهام عديدة في وسط الملعب الهجومي ميكالي إلى جانب طبعا رأس الحرب أسامة فيصل إبراهيم عادل الشكل ده يعود شوية أو التركيبة دي ممكن تعود شوية الماضي النهاردة الساعة كام؟ هي بساعة عشرة في العشرة مساء بتوقيتنا آه بتوقيتنا طيب كويس قوي عشان نذكر كده يعني هيسبقنا طبعا مباراة المغرب وهي أسبانيا نتمنى نهاء عربي نستنين النتيجة آه هايبان بقى احنا هنواجهن بقى بإذن الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا ونتمنى ميداليا أولمبية يعني تبقى حاجة تاريخية نهاء عربي دي أفضل دي أفضل جملة طيب طيب ظهر أسماع كتير في المنتخب أعتقد أنه ممكن يجي لهم معود احتراف وأعتقد أنه ممكن يعني حتى أعين الصحافة المصرية تبقى متجهة لهم بشكل إبراهيم عادل صحيح وانت قلت لسه من شوية كذا يعني تفتكر مين أبرز الوجوه اللي ممكن نرهينا عليها في الفترة اللي جاية ما فيش شك إبراهيم عادل خطأ في الأنظار يمكن الصحافة العالمية قريدي بتتكلم عليه بشكل كبير جدا لعب قدر يصنع الفرق من هدافي البطولة يمكن أرقامه ميازة جدا على مستوى الهدافين المصريين في الأولمبياد بيصنع الفرق دايما فيه الهجوم دوره مهم جدا يمكن إلى جانب طبعا إبراهيم عادل فيه محمود صبر أيضا من اللعبة اللي قدمت أداء قوي جدا وليها بصمة في الأداء كوكا نفس الكلام يمكن الجيل الحالي يعني بقدر ما هو ما تقدرش تقول إن فيه نجم الفريق أو فيه لعب هو النجم الأبرز ولكن بشكل عام كمجموع أو كوحدة واحدة عاملين شكل للمنتخب وشكل الأداء بوحدة المنتخب والقتلية اللي في الأداء هي دي السمة المميزة لأداء المنتخب حراسة المرمة كمان كان لها وضوحه حمزة علاء والعمل فيه طبعا دور مهم جدا يعني يمكن على الرغم من أنه لا يشارك مع الناد الأهل طبعا فيه وجود حراس أكثر خبرة زي محمد الشناو وبعد منه مصطفى شوبير اللي ابتدى رغم أنه حارس شابه أيضا لكن ابتدى يثبت أخضاءه بشكل جيد وحصل على أكثر من بطولة معنات الأهل لكن حمزة علاء من الحراس اللي عندهم رد فعلي كويس جدا في التعامل مع كتير من المواقف ثبات فعالي ممتاز تحس أنه حارس بقاله سنين بيلعب فيه مع فريقه أو مع المنتخب فعشان كده أب الزبط وطبعا التفاهم اللي ما بينه وما بين الدفاع عمر فايد وحسام عبد المجيد يمكن برضو لحد ما مدي طمأنينة للخط الخلفي رغم أنه فيه محاولات أكيد يعني مش هيبقى طب نقاط ضعفنا إيه يا كبت يعني مش هايزة أقول نسميها نقاط ضعف ولكن لازم نحلل الموضوع يعني هو طبعا على حسب المنتخب اللي انت هتواجه يمكن قصاد براجوي كانت المشكلة الأساسية بنسبة لنا عدم استغلال الفرص عشان كده قدام منتخب كبير دايما لازم نص فرص اللي لازم تستغلها العجبات المرتدة اللي كانت اللي بيعملها منتخب مصر بيعملها بشكل جيد جدا ولكن في التعامل يعني لو أنا قارنت ما بين كأحدى السلبيات فكرة ضعف الفرص أو الأخطاء الدفاعية العدم يعني خروج الكرة بشكل جيد من الخط الخلفي أو بناء الهجمة أنا هاختار السلبية الأبرز هي اخدار الفرص لأن انت الأخطاء الدفاعية واردة يعني بتحصل فيه في كتير من المنتخبات لكن إهدار الفرص انت كمنتخب مصر ربما يعني ليس لديك الخبرات الكبيرة زي منتخبات أو لعيب من منتخبات الأوروبية زي أسبانيا زي باراجوي زي فرنسا كل دي منتخبات اللعيبة بتاعتها بتلعب فيه دوريات كبيرة جدا عشان كده الفرصة بيبقى لها تمانها شفنا فرص ليه إبراهيم عادل يعني يعني ضائع الفرص ما بدنا عفش نستغل الفرص بالظبط أنا بنصنع جون بس ما بنفنشوش الفينش بالظبط لأن احنا كان اعتمادنا بشكل كبير جدا على اللجوم المرتد أو لجمات المرتدة واللي يعني يمكن منتخب باراجوي تحديدا أرهق المنتخب مصري في الموضوع ده لأنه بدنيا بيتعامل بقوة زيادة شوية عشان كده كان فيه التحامات كبير كتير كان فيه برضو إصابات لكن في النهاية كنا بنوصل وبنهدد مرمى باراجوي والحرس البراجوياني التصدى لعدة محاولات ولكن المهم دايما بيبقى استغلال الفرصة لأن دي هي اللي بتحول شكل المبرى كل التوفيق لمنتخبنا في كرة القدم النهاردة أمام فرنسا لكن كمان ما نقدرش ننهي حوارنا من غير ما نواجه كل التحية لفريق كرة اليد والأداء المشرف اللي عمله شوفت الفوز اللي حققه إزاي يعني بالتأكيد هو منطقي بالنسبة لحسابات المواجهات بالنسبة للمجموعة ربما منتخب الأرجنتين ليس هو الأقوى على مستوى المنافسين الآخرين ولكن بالتأكيد كان فيه رغبة وفيه إصرار على موصلة الانتصالات بالنسبة للمنتخب والبناء على الفوز على النرويج في الجولة السابقة يمكن كان التعادل مع فرنسا حتى محبط شوية رغم المنتخب فرنسا منتخب تقيل جدا وعنده أسماء كتيرة في كتير من الدوريات الأوروبية الكبرى ولكن في النهاية دايما سقطنا فيه مجموعة المنتخب المصر والمجموعة الحالية من اللعيبة أنهم يقدروا يوصلوا لأبعد متى الصحيح نحن المواجهة القادمة ضد أسبانيا في دور التامنية لكن سقطنا أيضا في المدرب الأسباني باستور أنه يقدر يدي دافع قوية المنتخب يعني عايز أقول رغم البدايات التي كانت في الأولمبيات ما كانتش يعني زي ما كنا عايزين إلا أن النهايات أعتقد أن هي فيها تفاؤل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم منتخب مصر أيضا الأولمبي لكرة اليد كل التوفيق لهم يا رب نتمنى لهم أنهم يحققوا مدينة النهاردة صهرة هتبقى ممتعة صحيح لمصر كلها الحقيقة مش لمحب الرياضة بس ولا كرة القدم بس صحيح شكرا لك أنها قد رياضي يا أمير نبيل نورتنا شرفتنا شكرا لكم شكرا لكم